بيبدأ الفيلم مع بنتة صغيرة اسمها ماكسين وهي بتصور فيديو مع باباها وبيكون عمال يقولها انها نجمة وفي يوم من الايام هتكون مشهورة والناس كلها تتكلم عنها وبيفضل يحفزها ويقولها الشعار اللي لازم تمشي بيه طول حياتها وهي انها مش هتقبل بحياة ما تستحقهاش وانها هتصنع حياتها بنفسها وبتعدي سنين من وقتها وبنوصل لسنة 1985 وبنشوف ماكسين لما كبرت ورايحة تعمل اختبار اداء لواحد من الافلام المشهورة اللي هيتعمل لها جزء تاني وبتعد قدام لجنة التحكيم وبنعرف انها بتشتغل في الاعمال المنافية للاداب لكنها قررت تبطل وتشتغل ممثلة واللجنة بيطلبوا منها تعمل مشهد قدامهم من الجزء الاول من الفيلم وفعلا بتعملوا بامتياز وبتقنعهم جدا وبعد ما بتخلص بتركب عربيتها وبتمشي وهي مبسوطة وبتكون حاسة ان هي اللي هتاخد الدور ده وفي نفس الوقت بنشوف اخبار منتشرة في التلفزيونات وفي كل مكان عن قاتل متسلسل اسمه المترصد الليلي والحد دلوقتي قتل ستات كتير ومحدش يعرف عنه اي حاجة غير مجرد لقب طلعه الناس لانه بيقتل الضحايا بتاعته بالليل بعد شوية بنشوف ماكسين لما بتوصل للمكان اللي بتشتغل فيه وبتقابل صديقة ليها اسمها امبر وبتعرفها ان جالها دعوة من شخص مجهول انها تروح تحضر حفلة في هاليود هيلز وهيكون فيها ناس مهمة في البلد وممكن حد يعجب بيها وياخدها تمثل وتسيب الشغل ده وبتطلب من ماكسين انها تسيجي معاها لكن ماكسين بتقول لها انها مش هتستنى حد يعطف عليها ويديها فرصة وان هي اللي هتصنع الفرصة بتاعتها بنفسها وبترفض تروح معاها وبعد شوية بتخلص ماكسين وبترجع البيت وبيجي لها تليفون من المحامة بتاعها ووكيل اعمالها تيدي نايت وبيقول لها انها تقابلت في الدور وطبعا بتفرح جدا وبتجري بسرعة علشان تقول لصديقها المقرب شيبرد واللي عنده محلل شرائط الفيديو فبيفرح وبيبارك لها وبيقول لها ان اليزابيس ميلر مخرجة كويسة جدا وهتقدر تطلع موهبتها وهتكون سبب انها تتشاهر فبتشكره وبتقوله ان هو الراجل الوحيد اللي بيتعامل معاها بشكله كويس ومش فارق معاها نوع شغلها وبعد شوية بتخلص معاها وبتروح تقامل صديقة لها تاني بتشتغل معاها في نفس المجال وبرضو بتقول لها ان جالها دعوة حفلة في هوليود هيلز وبتقترح على ماكسين انها تيجي معاها لكن ماكسين برضو بترفض وبتقول لها انها تتمشى شوية قبل ما تروح وفعلا بتعمل كده لكنها بتتفاجئ ان في حد ماشي وراها وبييجي في دماغها ان ده ممكن يكون المترصد الليلي وعايز يخلص عليها وطبعا بتخاف وبتدخل من شارع جانبي علشان تهرب منه لكنها بتتفاجئ في نهاية الشارع ان فيه صور حديد والباب بتاعه مقفول وفجأة الشخص اللي وراها بيوجه سكينة ناحيتها وبيطلب منها انها تقرب منه بدل ما يقتلها لكن ماكسين بتخرج مسدس وبتقوله ان طبيعة شغلها علمتها ان يكون معاها سلاح طول الوقت وبتجبر ويرمي السكينة على الارض وبتضربه وبتهرب بعدها بترجع البيت وبيجي لها شريط فيديو قدام الباب ولما بتفتحه بتلاقي فيديوهات ليها في شغلها فبتتدايق وبتقفل على نفسها الباب وبتحس ان فيه حد بيهددها او عايز يوصلها رسالة لكنها مش عارفة هو مين وبتفضل تفكر ممكن يكون مين اللي بعت لها الشريط ده وبتقرر انها تخبيه تحت السرير ومن الناحية التانية بنشوف واحد اسمه جونز وهو بيتكلم مع شخص مجهول وبيقوله انه قدر يحدد مكان البنت اللي هو بيدور عليها وبيكون واضح انه بيتكلم مع المترصد الليلي وبعد شوية بيتحركوا هما الاتنين على مكان وبنشوف امبر والبنت التانية صاحبة ماكسين اللي جالهم دعوات يحضروا الحفلة وهم مربوطين وباين عليهم اثار التعذيب والمترصد الليلي بيخلص عليهم وبيصورهم فيديو والتاني يوم في التصوير بتكون ماكسين قاعدة مع خبيرة المكياج وبتقولها انها تعمل لها قناع من مادة شمعية علشان يكون واقي ونفس مقس وشها وبتعرفها انها هتحط المادة دي على وشها وهتستنى عشر دقايق لحد ما تنشف وفعلا بتعمل كده والخبيرة بتسيبها وبتقوم لكن ماكسين بتفضل تحلم بحد بيطردها وواحدة عجوزة بتقرب منها ويد بتتمدى على كتفها وفجأة بتحس انها مش قادرة تتنفس وهتموت فابتقى على الارض وبتشيل المادة دي بسرعة وفي نفس الوقت من الناحية التانية بنشوف المحقق تارس والمحققة ويليامز وهم رايحين يشوفوا جسة أمبر والبنت التانية اللي لقوهم مرميين في الشارع وعلى جسمهم علامة نجمة وبيقولوا ان البنتين دول تعذبوا قبل ما يموتوا لكنهم بيكونوا متأكدين ان في حاجة بتربط البنتين دول ببعض ولازم يدوروا عليها علشان يعرفوا يوصلوا للعمل كده وبعد شوية بنروح لمكسين لما بتقرر انها مش هتشتغل النهاردة بعد الموقف اللي اتعرضت له وبتركب عربيتها علشان تيمشي لكنها بتلاقي ورقة على الإزاز رقم شخص فبتنزل علشان تتصل بيه وبيقول لها لو مش عايزة تتسجني في واحد من السجون القصية في تكساس تبقي تجيلي على الكافيه داخل الساعة وفعلا بتتحرك على الكافيه علشان تشوف مين الشخص ده وعايز منها ايه ولما بتوصل بنلاقي ان ده يبقى جونز وبيقول لها انه بيشتغل مع شخص من الناس اللي ليها نفوس قوي جدا والشخص ده عايز يقابلها وبيعرفها انها لازم تيجي على العنوان ده وما تتأخرش وبيكون هو نفس عنوان هوليو دهيلز اللي البنات ماتت فيه وطبعا ماكسين بترفض وبتقوله انها مش هتروح في حتة فبيهددها انهم مش هيخلوها تشتغل في هوليو التاني لو رفضت تسمع كلامهم وبيفكرها انها لسه في بداية طريقها وان ده اول فيلم تاخده في حياتها ولازم تفكر بعقلها علشان تكمل في التمثيل وبيقول لها تاخد القرار براحتها وبيسيبها وبيمشي وبعد شوية بتمشي ماكسين وبترجع البيت وهناك بتقابل المحقق طارس والمحققة ويليامز وهم جايين يقولولها انهم عايزين يتكلموا معيها شوية بسبب جريمة القتل اللي حصلت لأمبر والبنت التانية وبيقولولها ان الاتنين كانوا اصدقائها في الشغل واكيد تعرف ايه اللي وديهم المكان ده ومين ممكن يكون عمل كده فبتقولهم ماكسين انها ما بتحبش تتعامل مع الشرطة وما بترضاش تديهم اي معلومة وبتدخل البيت وبعد شوية بتروح على محل الشيبرد وبتديله شريط الفيديو اللي جالها قبل كده وبتقوله يحاول يعرف الشريط ده معمول فين لكنه ما بيقدرش يعرف اي معلومة عن الشريط غير الشركة اللي صنعته وبيقول لها انه اكيد مش هما اللي بعتوه واكيد فيه حد تاني هو اللي خد الشريط وحط عليه فيديو بعتوه لها واتاني يوم بتروح ماكسين على الشغل وبتقابل اليزابيس واللي بتكون متضايقة منها بسبب انها مش ملتزمة في موعيد التصوير وبتقول لها انها لما اخترتها كانت عملت تجارب اداء لأكتر من مئة بنت لكنها لقيت فيها حاجة مختلفة عن كل البنات دول وقررت انها تاخدها هي لانها حست ان عندها قدرات مدفونة وبتقول لها ان فيه بنت تانية اسمها مولي بتعمل مشاهد صغيرة في الفيلم لكنها ملتزمة وادأها مميز لحد دلوقتي وبتعرفها ان لو الموضوع استمر كتير هتخلي مولي هي اللي تاخد دور البطولة وبعد شوية بتمشي مكسين وبتفضل تفكر في كلام اليزابيس وانها كده بتضايع حلمها واسناء ما هي ماشية بتاخد بالها ان جونز بيرائبها وماشي وراها بعربيته بيصورها فبتنزل علشان تتخنق معاه واسعتها بيقول لها تقدر تعتبره صحفي وبيصور المشاهير فبتتعصب عليه وبتمسك المفاتيح بتاعتها في ادها وبتفضل تضرف فيه وبتسبب له اصابات قوية جدا بعدها بتمشي وبتروح لشان تقابل تدي المحامي بتاعها وبتقول له على اللي حصل وتدي بيقول لها ما تشلش هم الموضوع ده وهو هيتصرف ويشوف مين اللي ورا جونز ويقلصها منه وبيفضل يقول لها انها تركز في شغلها ويتحاول تلتزم في البروفات والتصوير علشان تحقق حلمها لانها مميزة وتستهل تكون نجمة وفعلا بتمشي من عنده وبترجع البيت وبتفضل تراجع السيناريو بتاع الفيلم علشان تركز اكتر فيه لكن في نفس الوقت ده بنشوف شيبرد وهو قاعد في المحل بتاعه وبيهجم عليه المترصد الليلي وبيخلص عليه بطريقة صعبة جدا بعدها بيخرج وبيركب العربية مع جونز وجونز بيوعده انه هيخلص موضوع ماكسين في اقرب وقت وان اللي حصل ده كانت مجرد غلطة ومش هتتكرر تاني وتاني يوم الصبح بتقوم ماكسين على خبر قتل شيبرد وبتنهر وبتكون مش مصدقة نفسها والمحاقق توريس والمحاققة ويليامز بيطلبوا منها تيجي معاهم على اسم الشرطة علشان يتكلموا معاها شوي وفعلا بتروح معاهم وبيبضلوا يسألوها لو كانت تعرف اي معلومة ممكن تساعدهم او مين الشخص اللي شك فيه لان اي معلومة بسيطة هيعرفوها ممكن تكون سبب انها تنقس حياة شخص من المترصد الليلي لكنها بتقولهم انها ما تعرفش اي حاجة ولا تعرف مين اللي ممكن يكون بيعمل كده وبتقولهم ان الشخص اللي بيقوله ممكن معلومة تنقذه ده لازم هو ليدفع عن نفسه زي ما هي عملت وبتدفع عن نفسها طول الوقت بعدها بتمشي وبتروحها للشغل وبتعتذر لاليزابيث انها تأخرت فبتعرفها اليزابيث ان التأخير ده بيخسرهم فلوس ولو تكرر تاني هتمشيها خالص وبتكون اليزابيث بتصور مشهد لمولي وبعد ما بتخلص بتروح ماكسين تتعرف عليها وبتقولها انها مبسوطة انهم شغالين مع بعض ومولي بتعرفها انها رايحة حفلة في هوليود هيلز فبتقلق ماكسين لانها عارفة الي بيروح هناك بيحصل له ايه لكن مولي بتقولها انها لازم تغير هدومها دلوقتي وبتقفل الباب وفي الوقت ده بيظهر جونز وبيقول لماكسين انها تدفع تمن اللي عملته فيه دلوقتي فبتهرم منه بسرعة وبتفضل تجري وهو بيجري وراها وبيكون معا مسدس لحد ما بتدخل جوابات قديم وخصص لتصوير وبتقفل على نفسها الباب ولما بيحاول جونز انه يدخل وراها بيجي موظف الامن وبيقول له ممنوع يكون هنا وبيطلب منه يمشي وفعلا بيمشي معا جونز في هدوء من غير مشاكل وفي نفس اليوم بالليل بتروح ماكسين مالها ليلي طاعد فيه شوية وبتتفاجئ ان جونز لسه بيطردها وبيفضل يجري وراها فبتهرب منه وبتجري وبتستدريجه لحد ما بيخرج برا وفجأة بيجي شخص وبيضرب جونز على دماغه فبيغم عليه ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط بكلبشة فالعربية بتاعته وبيكون قدامه ماكسين وتدي والمساعد بتاعه وبيفضلوا يسألوه هو شغل مع مين ومين اللي بعته وراه ماكسين فبيرفض يتكلم وبيقولهم انه شغل مع شخص قوي وعنده انفوز وقدرات مش عادية وهو مش هيقدر يقول هو مين وبيفضل يقولهم انه كلهم هيموت وهيتعذبه بسبب الزنوب اللي بيعملوها وانهم لازم يتطهاره فبيقرر تدي انه يخلص عليه وبيستخدم مكبس العربيات وبينزله عليه من فوق وهو جوه العربية وبيموته وبيقول لماكسين ما تقلقش من حاجة وهو هيتصرف وهيشيل اي قصر للي حصل هنا وبعد شوية بترجع ماكسين على البيت وبتبدل تفكر في اللي حصل لحد ما بيتلاقي الجواب اللي جونز سابهولها في اول مرة تقابله فيه وبيكون عليه عنوان في هوليود هيلز فبتقرر انها تروح على هناك علشان تعرف مين الشخص اللي بيعمل كل ده وفعلا بتروح على هناك وبتفضل ماشية بحذر وبيكون معاها المسدس بتاعها لكن بيلفت انتباهها صوت فيديو شغال ولما بتركز في الصوت ده بتلاقيه صوتها وهي صغيرة لما كانت بتتكلم مع باباها وبيقول لها انها تبقى نجمة وانه مراهن عليها ولما بتفتح الباب بتتفاجئ ان باباها قاعد نستنيها وبيقول لها انه كان مراهن نفسه انها هتيجي هنا وبيفضل يتكلم معاها انه بيحبها بس ما كانش يتخيل انها هتمشي ورا الشيطان وهتعمل اللي عملته في حياتها وبيفضل يقول لها ان كل البنات اللي ماتوا كانوا بيعملوا حاجات غلط كتير في حياتهم ويستهلوا يتعاقبوا علشان كده هو قتلهم بالطريقة دي علشان يتطهروا قبل ما يموتوا وماكسين بتكون خايفة جدا وبتفضل ترجع لورا لحد ما بتكونها تقع وفجأة باباها بيهجم عليها وبيحط كيس بلاستيك على وشها وبيفضل يخنق فيها لحد ما بيغم عليها وبعد شوية بتفوق وبتلاقي نفسها مربوطة في مكان وحواليها ناس كتير وبيعملوا تقوص دينية وبيفضلوا يقولوا كلهم كلام عن التطهير وان اتباع الشيطان لازم يتعاقبوا وباباها بيقول لهم ان بنته غلطت ومشي تورى الشيطان ولازم تتعاقب وبيقرم منها وهو في ايده الحديدة اللي عليها علامة النجمة علشان يحرقها بيها لكن فجأة بتيجي المحاققة ويليامز والمحاقق توريس وبيهددوهم باستلاح انهم يسلموا نفسهم لكن واحد من اتباع بابا ماكسين بيخرج مسدس علشان يضربهم بسرعة لكن المحاقق توريس بيكون سريع وبيضربوا بالنار وفجأة المكان كله بيتقلب وبيحصل تبادل اطلاق نار بينهم وبين بعض وبابا ماكسين بيتحرق بسبب الحديدة اللي في ايده لكنه بيقدر يهرب بسرعة وبيختفي ولما المحاقق توريس بياخد باله بيقرر انه يطرده وبيفضل يجري وراه وفي الوقت ده بتكون ماكسين قدرت تفك نفسها وبياخدها واحد من الاتباع وبيشدها الحمام السباحة لكنها بتضربه بالسكينة وبتهرب بسرعة وبتخرج علشان تروح تشوف المحاقق توريس واللي بيكون مصابه ووقع على الارض وويليامز بتجري عليه بسرعة هي وماكسين علشان يطمنوا عليه وبتقرر ويليامز ان هي اللي طارد بابا ماكسين وفعلا بتروح وراه لكن ماكسين بتروح وراها وبتكتشف ان هي كمان اتصابت اصابة قوية وبتقى على الارض وبتفضل تقولها ان هو كمان مصابه بيموت وعلى طول بتروح له ماكسين وبتفضل تقوله ليه بيعمل كده فبيقولها انه بيطهر الناس من الخطايا لان كلهم مزنبين واسناء ما هم بيتكلموا بتوصل طيارة هليكوبتر تبع للشرطة وبتقولهم يسلموا نفسهم ويرموا استلاح لفئديهم وبعد شوية بتنتشر الاخبار في كل مكان وان اخيرا تم القضاء على المترصد الليلي اللي كان ريعي بالمدينة كلها وكمان الفضل كله بيكون لماكسين اللي بقت مشهورة جدا وبقت تطلع في برامج تلفزيونية تتكلم عن اللي عملته وده خدمها في دورها في الفيلم وبقت مطلوبة اكتر وإليزابيث بقت متمسكة بيها اكتر من الاول بعد ما البلد كلها بقت بتتكلم عنها وبتقول في اللقاء الصحفي انها بالرغم من كل اللي حصل الا انها عايزة تشكر باباها لانه قال لها كلمة اخيرة قبل ما يموت وهي انها ما ترداش الا بالحياة اللي تستحقاها ومع الوقت بتتحول ماكسين لحديث الرأي العام وسيرتها ازاتية بتتعامل فيلم من اخراج إليزابيث وبتكون ماكسين مش مصدقة بالرغم من كل اللي شافته انها اخيرا حققت حلمها وبتعد تتابع كل حاجة مع إليزابيث بعد ما بقت نجمة كبيرة وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة